اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله يا أحبابي درسنا اليوم عن صلاة السنة فهيا نبدأ تعلمنا يا أبنائي أن الله تعالى فرض علينا خمس صلوات كل يوم وهي صلاة الفجر وتصلى ركعتان وصلاة الظهر وتصلى أربع ركعات وصلاة العصر وتصلى أربع ركعات وصلاة المغرب وتصلى ثلاث ركعات وصلاة العشاء وتصلى أربع ركعات وتعلمنا أيضا كيف نصلي تلك الصلوات ومتى نصليها والآن سنتعلم عن صلاة أخرى اسمها صلاة السنة هي ليست فرضا أي ليست أساسية كالصلوات الخمسة ولكن إن أديناها سننال ثوابا عظيما وكبيرا لا يوصف أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يا أبنائي عن صلاة السنة من صلى ثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أنه يبنى بيت في الجنة لمن يصل ثنتي عشرة ركعة في اليوم مع الصلوات الخمس والجنة يا أحبابي من جمالها لا يمكن تخيلها ولا تخيل البيوت فيها وتلك الركعات الاثنى عشر مقسمة على اليوم كله في الأوقات التالية ركعتان قبل صلاة الفجر وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أن صلاة ركعتين قبل صلاة الفجر لهما ثواب لا يوصف أكبر وأفضل من الدنيا كلها وما فيها فيا لا كرم الله وعطائه الكبير وكذلك أربع ركعات قبل صلاة الظهر وركعتان بعد صلاة الظهر ويفضل يا أحبابي أن نصلي الأربع ركعات التي قبل الظهر ركعتين ركعتين وليس أربع ركعات مرة واحدة وكذلك ركعتان بعد صلاة المغرب وأخيرا ركعتان بعد صلاة العشاء وذلك لحديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهذا وبهذا نكون قد صلينا في اليوم اثنتي عشرة ركعة إضافية على الصلوات الخمس الأساسية المفروضة وعليكم أن لا تنسوا أمرا هاما يا أبنائي وهو أن صلاة السنة لا تصلى إلا بعد دخول وقت الصلاة أي أن سنة الفجر أو ركعتين الفجر لا تصلى إلا بعد دخول وقت الفجر أي بعد آذان الفجر وسنة الظهر التي قبله أيضا لا تصلى إلا بعد دخول وقت الظهر أي بعد آذان الظهر أما سنة المغرب وسنة العشاء فهما ركعتان بعد الصلاة المفروضة أي صلاة المغرب وصلاة العشاء لذلك فمن المؤكد أن المؤذن سيكون قد أذن للصلاة وأخيرا يا أحبابي عليكم أن تعلموا حديثا جميلا عن صلاة السنة قال الله تعالى في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه أي أن المسلم كلما عبد الله تعالى بالسنن وهي العبادات الزائدة وكلما واضب عليها نال محبة الله تعالى وإن أحب الله تعالى المسلم فإنه يوفقه ويرشده في كل تصرفاته ويبعد عنه الأذى ويستجيب له كل دعاءه ويحميه مما يخاف نسأل الله تعالى أن يثبتنا على صلاة الفرض والسنة وختاما نكون قد تعلمنا سويا يا صغاري أن صلاة السنة بعد صلاة المغرب واثنتان بعد صلاة العشاء ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة